جرى بسيئون توقع اتفاقية مشروع تأثيث قاعة كلية الطب بجامعة سيئون وتتضمن الاتفاقية التي عمدها وكيل محافظة حضر موت لشؤون مدريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثير تأهيل قاعة الطب بجامعة سيئون حتى تكون قادرة على تسويق ومخرجاتها الأكاديمية وتهدف الاتفاقية للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية ضمن برنامج تحسين البيئة التعليمية في جامعة سيئون وقع الاتفاقية رئيس جامعة سيئون الدكتور محمد عاشور الكثير والمدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية علي باشماخ